انا نشوف الحملات فضل اه محرز ضيع ضرب الجزاء في مقابلة الاخيرة واصلت رسميا مع ريان شرقي من اجل يعني هذا الترتيب انا بالنسبة لي غير مهم كي تشاهدوا مع فريقه او مع المنتخب لا بيلعب ببرودة كبيرة جدا. السلام عليكم او مرحبا بكم اول شي نبدأ في هذا الفيديو راح نتكلموا على هذا الخبر لي بالنسبة لي نشوفو خبر مهم جدا وخبر جيد ان شاء الله تمشي الامور كما يلزم الحال. رايان شرقي اللاعب الجيد واللاعب الرائعة نادي اولمبيك ليون اللاعب فرانكو جزائري. اللاعب حاليا يمثل المنتخب الفرنسي للالولمبيين وليس المنتخب الاول ولم يستدعى للمنتخب الاول هو اصلا. ولكن حسب كلمة الصحافة الفرنسية ان الاتحادية الجزائرية لكورة القدم تواصلت رسميا مع رايان شرقي من اجل الاقناع اللاعب وتغيير جنسيتها الرياضية وتمثيل الجزائر بدلا من فرنسا. هذا الخطوة اذا تمت رح تكون جيدة ورائعة جدا ولاعب يقدر يقدم الاضافة الكبيرة للمنتخب الجزائري لانه لاعب مهم وموهبة كبيرة ولاعب صغير في السن عنده امكانيات ما شاء الله له. لاعب اللي يلعب وسط ميدان هجومي يقدر يلعب على الاجنح يقدر يلعب كجانع ايمن او كجانع ايصر يقدر يلعب ناف ايدمي خلف المهاجمين. لاعب رائع جدا عنده تمريرة جميلة ورائعة جدا. لاعب مراوخ بطريقة ذكية. لاعب ايضا قوي في التمركز والتحركات والتاكتيكية. يعرف كيفاش يمد المساحات لزملائه. لاعب صراحة قوي ايضا بدنيا في الاحتكاك. يعني لاعب فيه مواصفات جميلة ورائعة جدا. نقدر نقوله لاعب رائع جدا. يقدر يلعب في مكان بالرحمة في المنتخب الجزائري. اساسي عادي جدا صراحة. وما كانت واحد ما ينحي هاله. يقدر يلعب كصانع العاب في التنشيط الهجومي في المنتخب الجزائري. رح يقدر يمد اضافة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري. وعنده امكانيات ما شاء الله ما ننسوش تسديداته القوية. توزيعاته الرائعة. تمريراته الجميلة. لا بلي قليلا وين يخطأ في التمريرات التاعه لان تمريراته دقيقة ومليمترية. وهذا النوع من اللاعبين اللي نستحقوهم ان شاء الله يكون في المنتخب الجزائري. ان شاء الله هادو الامور تم على خير. واللعب يوافق بشيجي للمنتخب الجزائري. حسمت كلمة الصحافة الفرنسية انه رايان شرقي بشكل شبه رسمي. اللاعب وافق على تمثيل الجزائر ووافق بشيجي الجزائر. ولكن الى حد الساعة ما زال انا واحد من الناس ما نقدرش نقول رسميا. حتى نشوفه في الصفحة الاتحادية الجزائرية. او في الحساب تها اللاعب يقولك اني اخترت الجزائر واني راح نكون في المنتخب الجزائري. لانه حاليا مجرد كلام صحافة. وبعض الصحافة اللي هي صراحة موثوق في امرها. اللي تكلمت منها الصحافة الفرنسية على هذا اللاعب انه راح يكون مع المنتخب الجزائري في طرابوس شهر اكتوبر ان شاء الله. نتمنى واني يكون في المنتخب الجزائري. لانه راح يقدم اضافة كبيرة جدا. ما تنسوش اعطونا رايكم على هذا اللاعب رايين شرقي. هل تعتقدون قدومه للمنتخب الجزائري? راح يقدم اضافة كبيرة او انه لا. انا بالنسبة لي نشوف انه هاد اللاعب راح يقدم اضافة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري عندما يجيه. ولان راح نتكلمه على ترتيب الفيفا. كما راح كنتشاهدوا معنا ترتيب المنتخب الجزائري. واحدة واربعين عالميا. وسابعة افريقيا. والرابعة عربيا. هذا الترتيب وهذا الخبر حبيت انبارتاجيه معكم فقط. لانه انا بالنسبة لي هذا الترتيب لا يهمني ولا يعنيني فقط حبيت انبارتاجيه لا اكتر ولا اقل. لانه كي الناس يهمهم الترتيب ويحبوا يعرفوا اخبار المنتخب الجزائري حال رواصل في الترتيب في العالم. ولكن بالنسبة لي انا غير مهم. علاش غير مهم? نفكركم انه المنتخب الجزائري الفين وتسعة عشرة عندما توجه بكأس افريقيا. شحال كان الترتيب تع المنتخب الجزائري? هل كان الترتيب تع المنتخب الجزائري الاول افريقيا? لا. يعني بالمنطق يقول انك ما المفروض انك فزت بكأس افريقيا والمنتخب الجزائري خمسة وثلاثين مباراة بدون هزيمة وفوز كبير وانتصارات كبيرة وما كانش هزائم بزاف. رغم كل لذلك المنتخب الجزائري لم يحتل المرتبة الاولى. لماذا? لانه انا بالنسبة لي انه هذا الترتيب اصلا وبحد ذاته ما عندوش مستقية. ما فيش مستقية نهائيا. ما ممكن الناس يقولك اه هذا الترتيب مهم في التصنيف تع كأس العالم وانه باش يحطوك من المجموعات الاولى وكذا وتكون او كيف يفهمين هدوك الامور تع القرعة وكيفاش تصنيف الاول والثاني والثالث عارفين هذا الامر. ولكن بالنسبة لي انه هذا الامر غير مهم جدا. لانك اذا عندك مو انتخب جيد وحاب تلعب وحاب تفوز وحاب تتوج برقب. مهمش اش كون راح تواجه. انك تكون انت جاهز ومحضر وتحضر لنفسك انك باش تواجه كل الخصوم انك تفوز عليهم مهما كان اسمهم ومهما كان اللاعبين اللي لعبوا في ذلك المنتخب. هذا اذا انت في راسك انك منتخب قوي. زائد انه انا بالنسبة لي هذا الترتيب علاش مش مهم اكدر. لان ما شوفوا المنتخب الجزائري في حالة ما قبل كان في ترتيب افضل واحسن. ولكن يجيك منتخب في التصنيف ضعيف جدا. منتخب يحتل المرتبة مئة ومع لا بليش حال يفوز عليك ويقصيك من كأس افراقيا. يعني وشنو? يعني هذا الترتيب انا بالنسبة لي غير مهم. المهم انه يكون عدنا منتخب جيد. منتخب منظم. منتخب يلعب كورة بطريقة جيدة. منتخب يكون جيد في كل النواحي الكوروية اللي في الوسط الميدان. اما هذا الترتيبات فهي غير مهمة. وشنو المهم انك تتأهل كأس العالم. انك تتأهل لادوار متقدمة. انك تروح لكأس افراقيا. تتأهل للنصف النهائي والنهائي. او تتوج باللقب. هذه الامور المهمة. اما باقي الامور الاخرى. الترتيبات. عدد المباريات بدون هزيمة. عدد كده. كل هذه الامور غير مهمة بالنسبة لي. رغم انها تتحسب في كرة القدم هي لغة ارقام. ولكن غير مهمة على الواقع. لا تحسب لك كالقاب وكبطولات. ما عندها اي شي. ما عندها احتمانة. المنتخب الجزائري حاليا. هو نقدر نقوله الاول عربيا وافريقيا. فعدد المباريات للهزيم. خمسة وثلاثين مباراة بالهزيم. ولكن. وشنو الفايداتها. النجمة ثالثة. رابعة. ما عندها حتى فايدة. ومبعد تروح تقسيك السيراليون. تقسيك موريطانيا. لا يوجد اي شي. يعني انا بالنسبة لي هاد شي مركزوش عليه. هاد وش حبيت نقول. وهاد لش حبيت نبرتجي معكم. هاد الترتيب. لانه غير مهم تماما. رغم انه المنتخب الجزائري في هاد الفترة مع تقدم وزاد اطلع المنتخب الجزائري بخمس مراكز. يعني نقولوا مليحة. اهلا نطلعوا في المراتب. ان شاء الله نولي ولهولين. ولكن يبقى غير مهم انا بالنسبة لي حتى ولو كان كلاسيو. احنا اللولين. انا المهم عندي انك تروح كاسي فريقيا تجيب كاسي فريقيا. هاد هو المهم والاهم. ولان باش نتكلموا على رياد محرز لاعب المنتخب الجزائري. ولكن رح تسمعوا معنا الان صحفي مو من اي تقاسي. معروف هاد صحفي. يتكلم على رياد محرز انه رياد محرز هي يتعرض لحملات كبيرة. علاش? حملات من اجل تشوي صمات رياد محرز. ومن اجل انتقاد رياد محرز. ومن اجل وا 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 وا. اسمع معنا كلامه. ورح نعلقوا عليه ورح نعاقبوا عليه ورح نتكلموا على كل التفاصيل. انت تكلم على الحملات ضد اللاعب بكل صراحة. اي نهي الحملات ضد اللاعب. انا مازال مش حملات ضد لاعب. انا شوف حملات اه محرز ضيع ضرب الجزاء في مقابلة الاخيرة. وهذا ما يثبت ان لأن المستوى يضرب الجساء لكن يجب أن تقول أنه يجب أن تقول يجب أن تقول كل محر الزالة يتنسون يتنسون أن يقولوا أن هذا اللاعب كان صاحب التمرير الحاسمة الفرنكيزيه في مباراة فاز بها الأهلي بهذا في مقابل سيف أول شيء كلامه فيه جزء من الصحة وكلامه آخر بالنسبة لي أنا غير منطقي وكلام عاطفي لا أكثر ولا أقل كلنا نعرفه حاليا وكلنا رانا نشوفه وكلنا رانا نشاهده حاليا أنه مستوى رياد محرز تراجع بدرجة كبيرة جدا وهذا هو الواقع وهذا هو الأمر الحقيقي أنه محرز مستوى تراجع رانا نشوفه لأنه اللاعب ضيع ركلة جزاء مع المنتخب الجزائري وضيع ركلة الجزاء مع فريقه نادي الأهلي في مبينتهم ش أسبوع ضيع ركلتين جزاء وفي اثنين مباريات قدم مستوى سيء أيضا من بعد وش قالك أنه قدم أوكي قدم هذه التمريرة لفرانك كيسي وكيسي زدار مجهود فردي وسجل منها آدف ولكن طيل المباراة تسعين دقيقة محرز لم يقدم أي شيء يذكر ونفس الشيء حتى مع المنتخب الجزائري يعني اللاعب مستوى تراجع إذا اللاعب مستوى تراجع والجماهير انتقدت رياد محرز فمن حق الجماهير أن تنتقد رياد محرز أو أي لاعب آخر كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي لعبين كبار يتعرضون للانتقادات فما بالك برياد محرز فهذا أمر عادي وطبيعي في كرة القدم كفاكم من العاطفة كفاكم من العاطفة وما تغطيوش الشمس بالغربال لعب لاعب ما قدمش نقوله ما قدمش علاش نقذبوه ونحوسو على الأسباب والتبرير باش نبرؤوا لللاعب علاش وكيفاش أنا كمتفرج ما يهمنيش في الأسباب يهمني وشفت قدم قدم ما قدمش ما قدمش أيضا أنه محرز مع المنتخب الجزائري منذ فترة ما هوش يقدم كي الناس أمرهم غريب يجي يقولك محرز كان أحسن لاعب في الدول الإنجليزي محرز كان في السيتي وكان في لستر سيتي محرز هو اللي يجاب كاسي فريقيا محرز سجل هدف حاسم مع نيجيريا صديقي عارفين عارفين كل هاد الأمور عارفينها وعلى علم وشايفينها وقلنا له بارك الله فيك ويعطيك الصحة محرز ومحرز ابن بلدنا جزائري كيفنا كيفو ونحبوه فقط يبقى هناك مناصر جبان وهناك مناصر شجاع يقدر يعبر على رأيه ويتكلم ويقول الحق وكاين اللي ميقولش وكاين اللي يبقى سكت أنا شفت حاجة مليحة نقول حاجة مليحة لأن الناس راه يتطور لو كان محرز حاليا في مستوى جيد وفي مستوى كبير وكل مباراة يسجل هدف وكل مباراة يقدم أصص ويدير أشياء جميلة ويقدم الإضافة مع فريقه ناديه ومع المنتخب الجزء أكيد الناس مراحش تنتقده إذا انتقدات الناس في ذاك الوقت وتهجمت عليه يعني هنا تكون هناك حملة ضد رياض محرز ولكن اللعب لا يقدم أي شيء يعني في الانتقادات أمر طبيعي باش يتلقى هاللعب بصحة ما علاش ما علاش تدير مومن مومن ما علاش ما هاد ليفنمون لك تحكي عليه انت سي انت قوت سميتهم باللغة الفرنسية إذا انترنت بصحة حمالات حمالات خاصة معلش حمالات هنا من طرف جزائريين حمالات خاصة بجماهر نادي اللي يلعب فيها جماهر نادي من حقها للاعب فيها أنا جبت إيقونة جبت إيقونة لفريقتها ونشوف لي المرضو تتاعوا اليوم راهوا ناقص بقارنة سامح لي بقارنة بالتطلوعات بالحقين انت قدوا ما ترجحنا حملة ما ترجحنا حمالات أول مرة يعجبني صحافي بيتكلم كلمة الحق صراحة مومن حاب يغطي الشمس بالغربال وش قالوا؟ قالوا انه انصار النادي من حقهم انه مين تقدوا رياد محرز وانصار المنتخب الجزائري ماشي من حقهم انصار المنتخب الجزائري نتفرجوا ونسكتوا نتفرجوا وحنا ساكتين محرز ما يلعبش ملاح محرز يلعب هو هايل علاش نكذبوا على الناس وعلاش تغطيوا الشمس بالغربال ما لعبش ما لعبش ما قدمش ما قدمش ومحرز الناس انتقداتوا ليس من أجل ركلة الجزاء لأنه ركلة الجزاء أي لعب في العالم أي لعب في العالم يضيع ركلة الجزاء يقدر يضيع ركلة الجزاء وليست نهاية العالم ولكن محرز لم يتلقى الانتقادات من أجل ركلة الجزاء فقط بل ركلة الجزاء هي القطرة التي أفاضت الكأس يا عزيزي رياد محرز منذ مدة لا يقدم الإضافة لا مع المنتخب الجزائري ولا مع فريقه فأمر طبيعي وعادي جدا في كرة القدم أنه باش يطلقى انتقادات على الأداء التعوه وعلى مستواه لأنه رياد محرز كيتشاهده مع فريقه أو مع المنتخب لا بيلعب ببرودة كبيرة جدا جاتوا الكرة يكونتروليها يعاود يرجحها للمدافع أو يمررها لزميله القريب وما يدير ولا أي شيء ما ولاش محرز اللي كنا نعرفه في السيتي وفي ليستر سيتي يجي الكرة يكونتروليها يضماري بها القدام يتريب لي واحد زوج الثاني يرقده يضرب الكرة في شبكه ما ولاش هذا محرز محرز صار لا يقدم الفعالية فعالية غير موجودة محرز يلعب ببرودة الشغف تع كرة القدم عند محرز غير موجود كأنه لعب ما ولاش حبي لعب شبع هكران يشوفي هنا وهذا رأيي ونتحمل مسئولية كلامي على كل حال انت كمناصر من حق انك تقول رأيك في التعليق عبر على رأيك يا مواطن تخليهش في قلبك انا اللي عندي نقوله ونهضرو كيم نشوف بالمنطق بلغة الارقام بالاحصائيات مش بالعاطفة اعطيني حاليا احصائيات رياد محرز ارقام وهذا الموس عبك بليلعب مباراة الاخيرة ضد النصر عبك وش دار رياد محرز سفر اسيست سفر تمريرة سفر مراوغة ناجحة سفر هدف سفر كلش كان حاضر غائب فوق ارضية الميدان من حقه الجماهير انها تغضب وانها بش تنتقدك هل ياد محرز كان يقدم مستوى كبير كنا نقوله عليه انه لعب كبير يقدم مستوى كبير حتى الان محرز يبقى لعب كبير تاريخه كبير نحترموه نقدروه نعزوه ولكن الحق لازم يقال انه مستوى تراجع على كل حال تحية لكم وتحية الجزائر